رح نبدأ أكيد أول محطة اليوم مع الشيف فايصر وأكيد الحلويات مثل كل نهار أحد رح ننتقل لعنده رح تنشوف وين صار ورشد ملاح طبعا خيار مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم طبعا بالبداية كمان بحب عز جميع أهالي الضحايا اللي سقطوا بالانفجار ونتمنى شفاء العاجل لكل الجرحة ونتمنى الأمن والأمان والاستقرار للوطن الجريح نحن بالبداية اليوم لح نبلش نحضر وصفة البروسكتا فيج أن ستروباري بروسكتا كنا نعرف بروسكتا شي بياخدوه مثل الكنبتين مقبل إيطالي فنحن هون لح نعملوا على طريقتنا بالحلويات وصفة بتتألف من خبز الفرنسي أو الباقيت أو إذا عندكم خبز البريوش الزبدة شي 45 جرام إكليل الجبل 10 جرامات راح حط مع الزبدة الدايبة مثل ما شايفين هون هاي الزبدة كمان هون عم نحمي المقلة أو الغريل دهنة زبدة صغيرة هون إكليل الجبل مع الزبدة بيعطي نكهة وطعمة كتير طيبة واللي ما بيحب فيه ما يحط إكليل الجبل عنا خبز الفرنسي برجع بكرر كمان بتطلع الوصفة كتير طيبة إذا استعملنا خبز البريوش راح نعطيهم لون أو إذا بدكم مجرد ما ياخدوا لون أو يتأمروا راح نرجع نحمصهم بالفرن هلأ طوبينك تحتاج لـ 170 جرام من جبنة قابلة للدهن 30 جرام من السكر سكر بودرة أو سكر خشن نحتاج لروح اللوز المر أو العادي الحلو ومنحتاج للوز تنرش على الوجه طبعاً عنا من الفرنس وعنا من التين بهذه الطريقة راح نعطيهم لون بهذه الطريقة وطبعاً كما شايفين هون نعطيهم شكل بهذه الطريقة هايدي تنحضر الطوبينك الجبنة الجبنة أي نوعة جبنة بتشوفوه هون عبحضر نصف وصفة راح حط 30 جرام من السكر البودرة تقريباً وطبعاً روح اللوز نقطتين ما منكتر هون عندي تأمروا أكيد قبل ما نحطهم بالفرن كماناً كما شايفين نقطتين ثلاثة طفينا النار بنشور شو صار عنا هون فينا نكمل تحميصهم كماناً على المقلة الجريل كما شايفين هون راح تريهم مع بعضهم بهالشكل هيدا وطبعاً راح نزينهم على الوقف الثاني بهالشكل فيكم تستعملوا اللبني اللبني ما تكون حامضة كتير تستعمل كماناً بدل الجبني إذا ما أنا متوفري عندكم بالبيت راح زيد كماناً نقطة صغيرة من اللوز طيب عنا لكانا مثل ما شفنا الزبدة راح شربهم زبدة منكها ب إكليل الجبل بهيدا الشكل هلا أكيد بروسكتا مع البندورة والكزبرة والتوم منكهو أكيد الزيت زيتون مع التوم كما شايفين كمانا راح نقلبهم بهالشكل هيدا ونعطيها الزبدة على الجنب الثاني ولعلى النار شي بسيط كرمال يتأمر يتحمروا لكن نحنا ما لنا بحاجة نرجع نحطهم بالفرن ما لنا بحاجة نرجع نحطهم بالفرن راح نتركهم نتحمصوا على الجريل هون كمانا الميل الثاني نعطيها من الزبدة بهالشكل تتشرب معنا ريحة الروزماري كتير طيبة وأكيد بتعطي طعم كتير طيبة وخاصة إذا عم نستعمل الجبنة أو اللبنة فيها عرق حموضة وفينا نحط لها رشة ملح رشة ملح بتحمل رشة ملح للجبنة كمانا منطريها معا هون الحشوة جاهزة عندي أو طوپنج لقلة بيبقى عنا هلأ بالوقف الثاني نحنا وياكم بيكون برد الطوست عندي منحط الجبنة منزينهم لحن نشوف سوا انطرونا على الوقف الثاني غيدة شكرا شاف أكيد بتابعين معكم بمحطاتنا وجون كمان رجع معنا لحتى نكون معا أنا بعدي مخلي حدي الطابة هون السترس اللي عطتني هبها خاصة وأنه عليها كمان سمايلينج فيس كمان على الطابة يعني بتعمل مثل ما قالنا إفادو بالحضر عم يبتسم لي وأنا عم فيش خلق كمان وعم فيش سترس رح ننتقل لألأ حتى نشوف الشيف فايسال وين صار لأنه ريحة كتير طيبة ننتقل عنده ورشة ملح تكينا مشاهدينا عن جديد صباح الخير وأهلا سهلا فيكم مشاهدينا نحن لحن نذكر شو عملنا من قبل شوي نحن عملنا الفيق أن ستروبري بروسكاتا هي بتتألف من خبز باكات أو بريوش أو أي نوع خبز عندكم بالبيت بتشوفوه من ناسي فيكن تستعملوه هيدا الخبز نحن نحتاج تنقطعه بهيدا الشكل متل ما شايفين وطبعا بنحتاج لإكليل الجبل أو روزماري بنحتاج 30 جرام من الزبدة رح وليع النار تحت الزبدة الزبدة بعد فيها روزماري متل ما شايفين رح دوبها شوي روزماري مع الزبدة تنعطيها النكهة وأكيد عنا جريل وفيكم تحمصون بالفرن فينا نشربهم زبدة منكهة بهالشكل بنحطها على الجريل كرميل تتحمص وطبعا عندنا الحشوة هي 170 جرام من الجبن قابلة الدهن مع 75 جرام من السكر بودة وسكر خشن وأكيد منحط مع روح اللوز شيء أربعة جرامات هاي الطريقة هون ذبت زبدة من تركة تحمص عندي هيدا المزيج هو عبارة عن جبني سكر وروح اللوز من بعد ما يتحمصوا بهالطريقة مثل ما شايفين قدامكم بيصير عندي شرحات الخبز المحمص نحنا منيجي بنعمل بهالطريقة ندهنهم هاي الطريقة هاي فيكن تستعملوا اللبن كتير بتطلع طيبة كمان وشو بعد فيكن تستعملوا طبعا أي نوع جبني قريبة فيكن ترشوا رشة ملح معا كتير بتطلع طيبة وطبعا نحتاج لأنواع فواكي فيكن تستعملوا البرز فيكن تستعملوا هلأ نستعمل الفريز والتين نحنا هون بهيدا الشكل كمان تكتروا بتقللوا على زوء واخر شرحة عندي رح نعملوا هلأ من بهيدا الشكل عندي من التين نشيل بهالطريقة من نقصهم أو بأي طريقة تانية يعني لدينا طريقة تانية كمان فينا نقص فيها التين فينا نعملهم بهيدا الشكل والسكين أكيد بدوا يكون شارب والفريز الموجود عندي هون كمان منقصه بهيدا الشكل واجس رح نزين حبة أو حطين بهيدا الشكل يلي أكيد دي حضر التارت هون عندي فيه يبلش اللبن فيها متل تكون متل طريقة التارت على الوج نزين فينا نحط من التين أصغر أو أكبر كمان ما فيها مشكلة بهيدا الشكل متل ما شايفين مشاهدينا كمان فينا نزغر الشرحة وطبعا بهالطريقة فيكم تحطوا إذا فيه برز بتطلع كتير طيبة نحن متل ما شايفين رح طف النار عنهم بهيدا الشكل كمان عندي كمان فينا نفرجيكم هيدا الطريقة ممكن تكون الأنسب نعملها شرحات هيدا الشكل كمان حلوة مخضومة نفرجيكم كمان واحدة متلى طبعا أنا حمصتهم شوي وتركتهم لحتى لي يبردوا هلأ أكيد لازم حمص 25 30 جرام يلي بتشوفوه مناسب عدة أشكال وعدة طرق هون هون بتصير زوء وعندي كمان شرحة صاروا كلهم تقريبا زيانين بعد عندي حبة نحط الله كمان نحط لوز بهالطريقة لوز شرائح محمص هيدا الشكل صار عندي لوز فينا سكر بودرة أكيد بالوصفة ونصفهم بهيدا الشكل وننظرهم كتير حلو فينا نرشلهم رشة سكر بودرة بهيدا الشكل نقل لكم صحتين جربوا وغيدا شكرا دريسكتا بالتين وأيضا بالفراز وأيضا غيرها من الأطباق عم يحضرنا إياههم اليوم شاف فيسر رح ننتقل لعنده رح تنشوف وين صار ورشة ملاح وشاهدينا عن جديد صباح الخير أهلا وسهلا فيكم لكان الفيق ستروبري بوسكيتا جاهزة معنا حطيناها زيناها بعرق من الحبق الحبق بيروح معا وكنا زبدة طعامناها بإكليل الجبل أو روزماري والخبز البريوش أو الباقيت قصيناها شرائح وحمصنا حمصنا على جريل وبعدين نرجعنا حضرنا حضرنا طبعا المزيج هو الجبني مع الفانيلا مع روح اللوز والسكر هيدا السحن كله سوا ولكن وصفتنا اليوم هي اسم مكسيكية مكسيكية وصفة كتير سهلة طيبة اللي جاي من المكسيك ولتحضيرها طبعا منحتاج ل 6 زالي البيت 6 صفار بيت 100 جرام السكر تناعمل ميرانج أكيد رشة ملح معهم 150 من طحين القمح أو طحين الكامل 30 جرام من باكينج باودر 6 صفار 50 جرام من السكر وزيت جوز الهند زيت جوز الهند إذا ملاقيتوا زيت جوز الهند في طريقة هو زيت دوار الشمس تغلو دبل كونتتي إذا نحنا بدنا 65 ملي منغلي منحط 100 ملي منغليهم مع ملعقتين من جوز الهند البرج جوز الهند ونرجع نصفيهم لنستخلص نكهة جوز الهند بس أكيد موجودة بالسوبر ماركت ما رح فارج أكيد الأنين ما رح نعمل لها دعاية حليب جوز الهند موجود أكيد علب كمان بالسوبر ماركت وموجود باودر نحله لنص لتر منحتاج 150 جرام من مسحوق حليب جوز الهند هدي صارت المقادير عندي هون للتحضير طبعا ستة زلال بيت بالمكانة مع رشة ملح ورشة ملح هي الوصف هي 3 جرام ونص من الملح عطول نستعمل بس نعمل ميرانج نحنا نحن نحط رشة ملح عندي طبعا ستة صفار بيت ستة صفار بيت رح نحط معهم 50 جرام سكر 65 ملي من حليب جوز الهند و 45 من زيت جوز الهند لدينا من الفانيلا 12 جرام و3 ونص من الملح رح نحط الفانيلا مع الصفار نفس الوقت رح نبدأ نحضر الميرانج على الخفيف السكر مثل العادي نضيفه تدريجيا تدريجيا مجرد ما يبدأ الزلال يشتغل فيه بروتيين يبيض يبلش يرفخ مسمية أو يطلع نضيف أول دفعة أو جرعة من السكر هون بعد ما تحرك على الخفيف أو البطيء رح نبالج فيهم طبعا في عندي إلى طوپينج كمان رح نحكي عنه تريلاتشز ثلاث أنواع حليب أو ثلاث مل عندي حليب جوز الهند 473 ملي عندي من حليب مبخر أو هون مستعملين حليب خالي الدسم 60 ملي وعندي كوندنست ملك سويتن أكيد الحلى حليب مكثف محلى 400 ملي للطوپينج 240 جرام من الكريم المخفوق و 240 جرام من المانجو الطازجة طبعا فرش عملناه حضرناه هلأ هايدي كل مقادير التريلاتشز موجودة عندي الميرانج عب يطلع ولكن هلأ رح نجيب مصفاية كرمال النخل للطحين طحين متل ما شايفين طحين قمح رح ننخله هون أكيد الزلال عندي عم يطلع طبعا بس ياخد رطوبة الطحين بيصير عندي هالكباشيل هايدي وبهالطريقة نحنا شو بنعمل بنفككن وإذا في موجود شوائب بالطحين بتبقى فوق بالمنخل أول دفع من السكر لطحين فيكن تستعملوا طحين أمح هيدا طحين نسميه كومبلي كامل حبت الأمح مطحونة كلها سوا ومن بيكينج فاودر نحتاج ل ثلاثين جرام عندي خمستعاش ملعقتين من البايكينج فاودر الملح ثلاثة جرامات ونص وطبعا عندي رشة ملح مع الميرانج ما يعني أو قلبكم طعمة نكهة الملح مع السويتن أو الحلاوي الموجودة فيها كتير تعطيها نكهة طيبة كمان منخلي للآخر كرمال نسكر الميرانج أو الزلال ضروري بالآخر مجرد ما يكمش مضبوط نحط له ثالث دفعة من السكر عطول بس يكون عنها سكر من أسمه لثلاث مراحل ومنوضعه على ثلاث مراحل عندي صفار البيت موجود هون مع الفانيلا 12 مل من الفانيلا خمسين خمسين جرام من السكر فيكم إذا عندكم مكانتين بالبيت بتحضروهن بهذا الشكل تخفؤون بهذا الطريقة هون هون الزلال بعد بكير عليه بالمكانة ولازم عطول تتجنبه تخفؤ الزلال لمرحلة إنه يفرط أو يفصل عندي من زيت جوز الهند 65 مل مع الصفار كما شايفين فينا أكيد نعطيه وقت أكتر بالخفؤ الصفار مع السكر وفينا بهالشكل عطول بيطلع عندي نفس النتيجة لبل إنه بيطلع عنا نتيجة أفضل إذا نخفأ الصفار مع السكر لمد أطول بهالطريقة راح فرجيكم عيا مرحلة راح ضيف آخر دفعة من السكر بعد تحس سوى إنه مثل رغوة الصبون بعدها خفيفة بعدها يعني آآ منا مكثفة مزبوط فنحن هون بعدها تقريبا دقيقة مع السكرات كرميل نسكر فيها راح أوضع السكر و تقريباً طبعاً بتكون جاهزة إذا عنا حليب جوز الهنت بعلب نوضع دغري وإذا عنا حليب بودرة لازم ينغلى يتفكك مع الماء بهذا الشكل نوضعهم صار كلهم موجودين مع الصفار البيض تحريكة بسيطة إذن ستة زلال بيد مع مية من السكر عملنا ميران صار نجاهزين 150 جرام من طحين القمح 30 جرام من باكينج باودر 3 ونص جرام من الملح يلا بسجل وصفة وأكيد رح يطلعوا على الشاشة بعد شوية عندي ستة صفار مع 50 جرام من السكر 65 ملي من زيت جوز الهند و 45 ملي من حليب جوز الهند صار كل المزيج كل المكونات جاهزة أول شغلة اللحنا عملها هو أنه نضيف الطحين باكينج باودر والملح فوق مزيج الصفار زيت جوز الهند حليب جوز الهند الفانيلا والملح طبعا أجرب ذكر مع الزلال والمية سكر حطينا رش ملح هون منقلب مع بعض منحرك مزبوط بصير عندي عجينة أكيد من عجينة متماسكة لازجة بهذا الشكل يتفك مزبوط مزبوط مع بعض عندي فرن على حرارة مية وسبعين أو مية وستين مثل ما شايفين مشاهدين كرميل إذا حضرتوا كتير طيبة وأكيد تحضيرها كتير سهل بهالطريقة طبعا بحب تذكر يلي ما بيلحق لحينزلوا على اليوتيوب تشانيل عندها شيف فايسر العديدة أو أي رسبة بتطلبوها أكيد على اليوتيوب وجرد ما تقوقلوها لابننا كيف مهمة لكن كمان الوصفات عبتنزل على البيتش عندي شيف فايسر العريدة هون صار كل شي جاهز عندي الله يخلي لنا شايخ جوجل مثل ما شايفين عم نقلب مع الميرانج هالطريقة على الخفيف على السلو موشن كرمال ما يهبط الزلال صارت جاهزة يبقى عنا النقل الآلب ضروري الآلب يكون مسكر كعبه كرمال بس نشرب فينا نستعمل هيدا الآلب فينا نستعمل هيدا الآلب وفينا نستعمل آلب الكيك فينا نستعمل اثنان راح نستعمل هيدا الآلب زاد تخبزوها طلعوا قبل تقليب صغيرة بالسكريبر هيدا الشكل راحتها كتير حلوة لكن بهيدا الوقت طبعا على الخبز ستضعف حجمه مثل ما شايفين لكان عندي فرن هيدا الشكل تقريبا تحت النص تحت الوسط الآلب بيضعف حجمه على الأكيد بتضعف حجمه وتاخد تقريبا خبز لمدة 25 دقيقة أو 3 ساعة أقل لازم يكون في عنا صنية عندي صنية كعب الفرن وعندي صنية وطبعا سماكة القلب حرارة لنا 170 راح نوضع ربع ساعة أو تلت ساعة لبينما طبعا تستوي أو تنضج بهالوقت نحن راح نبدأ تحضير التريليتشز الأول البانش نمألف من حليب مبخر أو حليب خالي دسم حليب مكثف وعننا حليب جوز الهن ونروح برايك صغير نحن وياكم ونرجع نكمل وصفتنا لليوم كاميرتنا كاميرتنا كاميرتي هاي كاميرتي زاهر أنا هون اخذ الشيف فيصل محطتنا الأخيرة أكيد أفكر بالكامير مع شيف فيصل أكيد لحتى نشوف وين سرنا وأكيد تحضيرات الأخيرة ورشة ملاح لك أنا مشاهدينا زاهر ما شايف غيرك مش موجود أنا بستوديو زاهر ما شايف غيرك لا دخل هل هو صحيح أنه قربنا عطا طول يعني بس أنه غيدا مغطي منوري مرسي لك أنا اليوم عم نحضر تريليتشز تريليتشز لنا نذكر أنه جايين للمكسيك تلات أنواع حليب عنا المكفف حليب جوز الهند وحليب ما عنا المكسف خالي من الدسم أخدتو للمكسف أخدتو للمكسف أخدتو للمكسف هل أخدتو للمكسف هلأ مكسر ديجيتال ميزان جهب لكن الحليب جوز الهند عبيغلي عنا حليب خالي من الدسم نصف كوب أخدتو للمكسف أكيد لا ما يغلو لكن طبعا محضرين من قبل بوقت تريليتشز لك ما أجملها شو حلوة بعدها صخنة وضروري مجرد ما تطلع من الفرن إنها إنها تتشرب بهالشكل كرمات تتشرب كلها سوا ضروري نعملها هيك كتير طيب إنه حضرتها عن جد نحليب مكسف كتير سهل تروحها السوبر ماركت بتفتح العلب بتفتح العلب بس أبدا تدفعي حقا أكيد لكن مجرد ما يغلي عنا الحليب رح نشربهم للتريليتشز طالعة تقريبا مثل سبونج كيك قدي بننتر عليها شيف بتاخد تقريبا شي خمس دقيق عشر دقيق يعني بننترها تكون فترة بعدها مش مية بالمية مش لا تبرد أبدا لا مجرد بتكون فترة يعني هي صخنة بيمشي الحال بس الأكيد البنش اللي عم نحضره ثلاث أنواع حليب بتشعليها ما لازم يكونوا عبيغ له يعني يا هون يكون كتير صخن عبيغ المزيج وهون تكون فترة يا العكس يا العكس أوكي والطوپينك طبعا جاهز نحن بهالوقت غيدة مستمتعة بالحليب المكثف بذكرني بأيام الطفولة يعني منشي أربعة خمس سنين يعني بس؟ بس خمس سنين؟ نعم خمس سنين غيرة بعد عمرة ماشي عشرين سنة بقيتك صوية عشرين ونص هوا الصبايا الموجودين هون اسم الله علام مش بناتك؟ بلا أدي عمرة بنتك الكبيرة مي سنة ونص سنة ونص لأ حبيبتي هاربو هاتير أربعة تنعش والصغيرة تنعش ودانا دانا تنعش دانا تنعش هلأ بنتي دانا كمان اسمها دانا راح تخوت لأنه كل يوم بتقلي بابا خدني معك فلا نشوف تلع على دربة بعيدة على دربة بعيدة لذا ما كنت عبتغني هلأ للسيدة فيروس لك أنا مشاهدين هلأ أغلت على النار لأنه هوني فتاريت صار فينا نحطه صخن مية بالمية ما هيك بس انت فينا نشربه عبتشرب بالإذن غي تفضل أحسب ما يصير فيك كبت ما صار بغادة خبروكي شو صار بغادة لا شو عم تعمل أضرار صاير بالسيدة لا لا خليه ما بتعرفو شو بصير بعدين يا حزينة غادة مش عم تتحمل الضربات ما بتعرفو شو بصير بعدين نحن بهيدا الشكل نشرب هلا بفكروه أنا مورة مكسيكية عن جاد هو ريحة الحليب بالجوز الهند كمان تعال عيد كتير مهمة طيبة كمان بذكر نجربهم كلهم تقريبا بس بحب بذكر كمان في طريقة إذا ملاقوا زيت جوز الهند المشاهدين في السمن النباتية موجودة بالسوبر ماركت كمان فيكن تشتغلوا بنفس الطريقة تغلوها مع برش جوز الهند أكيد بتدبلوا الكمية وبتغلوها مع ملعة أو ملائتين من برش جوز الهند وبترجعوا تصفوهم هون نحن تدرجيا هلأ مصرين تاخدوني يعني خدوا الشاف فيصل لنروز فضحونا على الهوى تبهدلونا هلأ مصرين تعطي عملي تاستين إيه عملي تاستين تاستين لطبق حدروا الشاف فيصل باكتقام كتير كتير صعب كتير تعب عليه عن جد للصراحة أنا شفته كيف عم بيكسف الحليب تخليك وكيف من حطوله الوصفة للمشاهدين يلا هلأ من مرأة على الهوى 273 ملّة أو 473 ملّة ما صبت لهي ولا هاد من أياه من الحليب جوز الهند متان وقدي 73 73 زيديهم 200 بعد 400 يعني 473 مزبوط ثاني واحدة صبتة ثاني واحدة صبتة مزبوط 473 بعدين 45 ملّة من الحليب البودرة المحرّك 45 من حليب البودرة المحرّك وين موجودة حليب البودرة 65 ملّة من حليب 45 ملّة إنت قلت لي 45 نحنا عم نحضر هذا بفتح المخ ما بسكر المخ خيلات شاز عبد الحمد طيبك لأ أنا عم بحكي عالصوص 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 الصوص فيها 473 ملّة من حليب جوزرين مزبوط 45 ملّة 400 إلا شي 200-300 أكلتون غيدا من الحليب المكثل ألف عالصوص وعنا حليب ملّة 60 ملّة أو حليب خليل من الدسم نحنا عم نشرب فيها وبعدها سمالها عم تشرب قبل ما نحط لها الطوپنج رح نحاول نقلبها ولكن 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 تشرب على مهلا بهذا الشكل فيك تقلبها دغري بعدين شايف فينا فينا بس تشريب على مهلا تشريب على مهلا تشريك في دغري عم تشربهم تشربهم طبعا تتقدم بردي بعد عم تشرب بسم الله عطشاني كتير عندي الطوپنك اللي حضرناه هو 240 من المانجو مانجو ناضج 240 من الكريم المخفوق اخترت اليوم جوز الهند كمان حمصه محمص اذا بدكم وعندي الكريم المخفوق نخلطه لحالون مع بعضه نخلطه لحالون وراح يروحه اكيد طبعا عندي من المانجو فينا كمان هلأ فينا نعمل شغلي من المانجو نزين فيها مثل العادي وسخت حالي يا شيف صبوكي بالعين عم جثبوني بالعين انو متلاقييني عم بستمتع فيها للي بهيدا الشكل فينا نعمل هالطريقة اه كمان نقسكين تكون يا رطيف حاد هايدا الشكل هلأ فينا نقسم سلايسيز يا غيلا ونحطها على وجه ما شيفي كيف عبتشرب ايه بدك تكافيهم كلهم حتلك يهون باقيين اه ما بعتقد بعد لاح تاخد خلاص ايه بعتقد شبعت بعتقد شبعت بعتقد انو شبعت اوكي هلأ رح نشوف اذا اذا فينا كونة صخنة فرج المشاهدين كيف صار فيه بالكعب ما شايفين هون رح حاول لبا حتى ولو حتى لو فيه خطر الإصاب حتى لو فيه خطر ان شاء الله ما يكون الخطر خطر لكن رح نقلبها بلكني منقلبها هايد الصينية يلا نزلت هتو ما شايفين غي شربت كلها خلاص شربت كلها نخلط الكريم مع المانجو اذا فيه وقت بعد معكم اكتر فيكن تشربوها كل الكمية الموجودة هون فينا نخليهم يا غيدا ما ضروري نمزجوا كلهم صواء اه ضل المانجو فيتي بالكريم بدك خليهم هالقات وراء بدك خلطهم اكتر فيك بس تقلبهم تقليب غيدا نقلبهم هيك بس بالزبط وفينا نحنا فينا نوضع الجوز الهند المحمص على جنبه بالزبط يعني فينا نعمل هالطريقة ما بدك ينخلطه كمبليت لأي داله نبينين بعدها صخنة ولكن رح يمشي الحال هني رح يكونوا طوپنك كتير طيبة بايدا الشكل اوه يعني فيهم مانجو وجوز الهند وكرام وشو بعد جوز الهند محمص وفلوس كمان محمص اهم شي شو فيهم بعد يا غيدا فيهم الحليب المكسف مية بالمية ما تبقى من الحليب المكسف ما تبقى بعد ما غيدا قضيت عليهم بهالطريقة هايدي نحنا يا غيدا وهيدا الشكل ما تطلعوا هايدي الوصفة بالصراحة بيتية قد ما بدكم حتى طريقة تزيينه كمان هايدي الوصفة هايدي الوصفة اوه هلأ بيت تحطرزو هند ترلاتشز ترلاتشز جوز الهند لمحمص لمحمص راح نعمل طريقة سويدا كشن لك هاي فينا نشيلها كمانا سهلا 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 فينا نعمل هالطريقة هاي مشان نزيينه ما شايفين على جنابها بدرج تحط بعدين المانجو فوق فينا نحط شوي على جنب المانجو فينا افضل بس من بعد من شربها غيدا ايه طبرو هلأ دايما ننطر عليها هلأ لحين نطر أوليك هلأ هلأ ما حيضا ما حدا حينطر على حدا هلأ انسا نحنا عم نحكي بالحالات العادية بالحالات العادية بالحالات اجمالا مش متل هلأ مش متل اليوم هلأ نحنا موجودين حدك نص ساعة اه نص ساعة نص ساعة اوكي عنا من المانجو فينا نحطها هيك بهالشكل فينا نحرقها فينا رشة هيك جوز الهند فينا ننقلها على على شوكينج بورد اذا بدك او على صانية وصفة كتير سهلة ما فيها فلسفة ابدا بدأ بس شوية وقت بدأ شوية وقت وبعدين تحضيرها اذا بيشوفوا المقادير كتار المشاهدين ما تستوهموا منها المقادير هي مجرد ما تقسموا ست زلال ست سفار بتحطوا الخمسين جرام من السكر مع السفار وبتحطوا حليب بجوز الهند وزيت جوز الهند بتخفؤون بيكون عندي الزلال مع الملح كمانا بالمكانة ومية من السكر بيبقى فيه ضطحين باكينج باودر كمانا وثلاثة جرام من الملح مجرد ما نجمعهم مع بعضهم صارت جاهزة عندي الوصفة بالفرن كما شايفين فينا نفرجيها كيف هي بالفرن وين واصلي ما بعرف إذا الكاميرا راح تاخدها الكاميرا راح تاخدها والكاميرا ما نرح يكلها أوكي نحن هون نخفف الحرارة وقال أوكي وفق كمان مصطفى مباشرة على الهواء نعطيها بعد لا بعد ما عزبت وفق كمان نعطيها بعد خمس دقيق وطبعا هايدي وصفاتنا لليوم غيدة سهلة وطيبة أكيد وكوننا منذكر كمان بروسكتا ميرسي كتير شايف أكيد نحن نودعكم على أمل اللقاء فيكم بكرة تماما ساعة عشرة بتوقيت بيروت باي باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة